موسيقى السلام عليكم ورحمة الله اهلا ومرحبا بكم الى حلقة جديدة من البرنامج الحديث عن كيفية استقطاب شباب ثورة لمؤتمر الحوار الوطني يحمل للمشهد الكثير من التساؤلات ويرسم ملامح تشكك فيها معظم المكونات الشبابية الثورية معيير الاختيار وهل هناك توافق سياسي بين اطرافه نحو مخرجات ذلك المشهد اصدع اليوم يستعرض جوانب المشهد في قراءة عدها محمد النقي المسافات الشاسعة بين السياسيون والحكومة وما يريده المواطن وما هو واقع يخلق لدى الاخير شعورا تعيسا يوتره حينا ويرديه في اخر المطاف صريعا كالثور تماما في حلبة المصارعة وحيث وقد غابت عن حياة الناس اذكار المشهد السياسي وما قيل من الكلام الكثير على منابره تبدو المقاييس الحقيقية للمسافات الواقعة بين ماضي الانسان اليمن وحاضره لم تنضبط بعد لصالح الاقتراب من المستقبل والصورة في مجملها حسب استنتاجات متأملين اشبه بمدرسة ادمنها المشاغبون في حفل تجشين موسم الوصل بين لجنة التواصل مع الشباب والشباب انفسهم الذي فشل قبل ايام اثر خلاف بين مشاغبين قدد هم حملة يمان التفاؤل والامل قادتهم المرجعيات السياسية الى فشل ذريع في التلاقي الثاني مع اللجنة الوزارية للاتصال مع الشباب والرئاسية وانقسم بهم الحال الى موقفين موقف قدم خمسة وعشرين شابا سيختار منهم من يمثل الشباب في الحوار الوطني لكن تقول اكبر القوى الثورية بالساحات المصنفة حزبيا ان من تم اختيارهم هم من انصار النظام لكن شباب القائمة ذاتها الذين سيمرون في تصفيات عدة يقولون انهم شباب مستقلون الحوار الوطني الشامل في الاصل فرع من فروع المبادرة الخليجية البرتكول الخاص بحل الازمة السياسية اليمنية بين المعارضة والحاكم لكنه لم ينس استعاب الشباب في هكذا حل يحاكي حلم التغيير للثورة مع ذلك ابدى شباب الثورة قبولهم في الانخراط بالحوار الوطني ويشترطون ان لا حوار مع انصار النظام الذين قتلوا الشهداء وكان اتحاد قوى الثورية قد اعتبر اختيار ممثلي الشباب مهزلة منحت انصار القتلة فرصة تمثيلهم في الحوار باسم شباب الثورة الانتصال الرئاسي التي شكلت استدعت بعض المكونات من شباب الساحة وبعض المكونات من خالي الساحة نقول الهجف الرئيسي لثورتنا مجموعة اهجافة ومنظمة اهجافة ردنا لا يمكننا التفلع عنها اللجنة الرئاسية اذا ارادت ان تخاور شباب باسم شباب فعليها ان تبحث عن هؤلاء الشباب اما شباب الثورة فلن نقبل الدخول في اي حوار الا تحتسط اهجاف الثورة الاتحاد الذي يضم اكبر المسميات للمكونات الثورية طالب لقنتي الاتصال الرئاسية والوزارية مع الشباب اختيار ممثلين لشباب الثورة في الحوار الوطني بناء على حضورهم الثوري ووجودهم الحقيقي في ساحات الثورة وهي اننا جميعا لندخل الحوار الى تحت سقق اهداف الثورة وباسم شباب الثورة غيرها للتحب وحتى الان لم يتغير موقف لقنتي الاتصال مع الشباب بفعل احتجاجات مكونات ثورية على من تم اختيارهم كممثلين عن الشباب في مؤتمر الحوار الوطني وحتى الان اللقنة التنظيمية والمنسقية العليا وغيرها من المكونات الثورية يعتبرون من تم اختيارهم ممثلين لبقايا النظام ويرد المختارون في قائمة الخمسة عشر المنسقية واللقنة التنظيمية ممثلون لاحزاب المشترك سما قد وتمثيلهم في الحوار الوطني محمد النقيب لبرنامج اصداء اليوم للحديث في هذا الموضوع في البداية انضم الينا ياسر الرعيني من شباب الثورة اهلا بك اخي ياسر لجنة التواصل مع شباب الثورة في لقائها الاخير بهم تمكنت من اختيار خمسة وعشرين شاب ليمثلوا شباب الثورة في مؤتمر الحوار الوطني هذا المشهد ادى الى انسحابكم وعدد من المكونات الثورية ما هي اسباب الانسحاب وشكرا في البداية لقناة سعيدة على اهتمامها بهذه الكضايا في البداية عندما تحدثنا نحن عن اللقاء الذي كان مع لجنة الاتصال حضرنا الى فندق البستان بعض المكونات التي استدعيت فحضرنا وطرحنا المقترحنا الذي كان امام الاخ عبدالقادر هلال وامام حورية مشهور وامام نادي الثقاف بان المعايير لم تكن واضحة ولهذا نأسف اشد الاسف ان عشر محافظات استثنية من الحضور وكأنها ليست من اليمن وانما تبع دولة اخرى ما ادل اثيوبيا او الصومال او اي دولة اخرى عشر محافظات استثنية اكثر المكونات الثورية استثنية من اللقاء نستغربنا كثيرا ان نجد من اتباع النظام السابق بل وضباط معرفهم في الامن القومي بل وعناس قد تجاوزوا سن الاربعين ويريدون ان يدخلونهم باسم شباب الثورة كان مقترحنا واضح اننا طالبنا بمعايير واضحة للتمثيل لسنا ضد الحضار لكن طالبنا بمعايير واضحة للتمثيل وطالبنا ايضا بضم كافة المحافظات لانه لا فرق بين محافظة ومحافظة اخرى بين شباب الثورة في هذا الاطار طالبنا بهذه الامور وايضا بالمطالب التي قد كنا قد قدمناها من قبل اطلاق معتقلين من شباب الثورة وكذلك تسوية اوضاع اسر الشهداء وكذلك انهاء الانقسام الحاصل في الجيش هذه المطالب نحن طالبنا بها وقلنا لهم اذا ما كان هناك معايير واضحة وتمثيل عادل لكافة المحافظات وكافة المكونات لا مشكلة لدينا ان نحضر واقترحنا ان يتم تأجيل اللقاء وانسحب شباب الثورة واللقاء في اللقاء احد من شباب الثورة لم يبقى احد من شباب الثورة في اللقاء فتم طبخ المسألة لان المسألة لانهم كانوا قد اعتوها من قبل تم طبخ المسألة بآلية معينة واخرجت الى الواقع نحن نعجب يعني الشباب الثورة هم من طالقوا بالتغيير هم من اقاموا هذه الثورة نأتي في النهاية الى ان يأتي بعض من كان في النظام السابق عبدالقادر هلال او غيره ويريد ان يدير شوار ويسلقه بآلية معينة ليمثلنا في المستقبل في الحوار الوطني الامن القومي او فلول النظام السابق طيب لكن هناك عثب عليكم انتم في شباب الثورة انه حتى الان لم تتوحد رؤاكم ومواقفكم نحو الكثير من القضايا ومنها كيفية اختيار ممثلكم فاين رؤيتكم في خطعم اللجنة او ما هي الالية ايو انا اعتقد ان شباب الثورة لديهم رؤى واضحة ولدينا اهداف ثورة شاركة في سياغتها شباب الثورة لا توجد لدينا اشكالية في هذا الاضحة ثم ايضا المضيف الى هذا غدا او بعد غد ستعلن اللجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني العام لشباب الثورة على مستوى اليمن والذي ستشارك فيه كافة القوى الشبابية لسياغة رؤى الشباب في كافة القضايا الوطنية وفي مستقبل اليمن الذي سيأتي نحن الشباب فيما بيننا نحن متفقون على الاهداف على الرؤى على كل شيء لكن للأسف عندما تدخل هذه الاليات السياسية تسعى للتفلقة بيننا ليس لدينا حتى اشكالية في مسألة الحوار مع من كانوا في المؤتمر الشعبي العام ما لم تمتد ايديهم لشباب الثورة او حتى حربت على ذلك ليس لدينا اشكالية لكن الاشكالية تكمن ان هذه الاليات السياسية او هذه اللجان تمارس عملها بآلية استفزازية وبآلية اقفاء وبآلية طيب اخي يقال ايضا ان لجنة التواصل مع الشباب حرصت على ان يكون تمثيل لشباب الثورة بالنسبة لمن هم مستقلين باعتبار ان الشباب المنظوين في الاحزاب تمثلهم احزابهم اولا اذا اردنا ان نتكلم عن شباب احزاب وشباب مستقلين كل من في الساحة هم شباب ثورة نزلوا حتى وان كانوا ينتمون الى احزابهم لكنهم نزلوا بآليات ثورية ونزلوا قبل ان تنزل احزابهم وهم لا ينتمون اليوم في اطار الثورة الى احزابهم اذا ارادوا ان يتكلموا عن احزاب فهناك حزب الاشتراكي وحزب الناصري وحزب المؤتمر وغيرهم من الاحزاب ليمثلهم في اطار احزابهم لكن نحن نتكلم عن شباب ثورة الذين هم في الساحات لاكثر من ما يقرب من عام ونس هذا ما نصت عليه المبادرة في التعامل معهم اضح الى هذا اننا قبلنا بالمبادرة الخليجية واتحنا الفرصة للالية السياسية لان تقوم بدورها اما ان تأتي اليوم لجان التواصل وتتلاعب بالحوار مع شباب الثورة وبالية التواصل مع شباب الثورة فما زلنا في الساحة وما زالت الثورة قائمة عليهم وعلى من سواهم شكرا لك يا سيد الرعيني شكرا لك ينظم الينا ايضا عبدالهادي العز عزي عضو اللجنة التنظيمية للشباب الثورة في ساحة غير بصنعة اهلا بك استاذ عبدالهادي من وجهة نظرك هل تقارب السياسيين في كيفية اختيار ممثلي شباب الثورة لمؤتمر الحوار الوطني خارج مربع صراعوم السياسي ممثل بلجنة الاتصال بشباب الثورة اعتقد ان ما مارثته كلا اللجنتين هو لجنة الاتصال الرئاسية بالتحديد فيها مارثت مغامرة على شباب الثورة فقد سعت اللجنة السابقة اللجنة الوزارية الى محاولة انتاج مجموعة معدة ثلاثا لدخول منطقة الحوار وفق رؤى وفق برامج يتم اعداد الناس عليها بشكل مسبق وراش ادوات للتنظيم وايضا حاولت ان تفرض نوع او آليات خاصة بها اشبه بفلترة لشباب الثورة من الوصول الى مسألات مؤتمر الحوار الوطني هناك لبس كبير في آلية عمل كل اللجان هذا اللبس يبدأ من المنشأ القانوني ما هو المنشأ القانوني للجنة التواصل الاولى على الوزارية برعاة الوزير حوريا مشهور هذه اللجنة كانت مهمتا كما ورد في الآلية التنفيذية ونحن نتابع هذه الأوراق بشكلين دقيق فهذه الآلية التي حديدت في الآلية التنفيذية حديدت ان على الحكومة ان تشكل لجنة لشرح المبادرة وآثارها وآهجافها لساحات التغيير والساحات الحرية والتغيير في اليمن عما ان تحجد هذه اللجنة من يذهب الى مؤتمر الحوار الوطني فهذه وصاية أبوية نرفضها فولة وإطلاقا مهمة هذه اللجنة اللجنة الثانية التي وردت كما هي وارد في الآلية التنفيذية بنص المواد المدرجة فيها عن نشكل بخامة رئيس الجمهورية لجنة تحضيرية عليا مهمتها اتبعوة الى مؤتمر وطني في البلاد يمثل الشباب داخل هذه اللجنة ولذلك حاول كل من عبدالقادر هلال وكعفر بار صالح والسيدة نادية ثقاف حتى القتل فوق المسألة يعني الان لدينا لجنتين أي اللجنتين المسؤولة قد يتعون الى ضياع الشباب بين اللجنتين فساعة هذه اللجنة لعقدة مؤتمرين أولا لم يجري تحديد ما هي الساحات هذا الفصل الاول هناك خلطا في المفاهيم الساحات التي أقامها المؤتمر الشعبي كما طرح بذلك الناطق الرسمي باسمه السيد عبدالقندي أن هذه الساحات أنشأها حزب المؤتمر الشعبي وتوفير فعها متى ما أرد هؤلاء كان معهم مشروعا محددا لن يرحل هؤلاء ارتبطوا وجودهم وآلية يم لعلي عبدالله صالح هذه المجامع أيضا كانت مسلحة ومحمية في ميليشيات عسكرية ليست الساحة الثورة أما بالنسبة المؤتمر الوطني فقد كان هذا المؤتمر نتاجا لهذه الساحات الموجودة المسمى بتاعات الحرية والتغيير وأتى مستوعدا لها وهي الأداة الفاعلة فيه فاستثناءها هي قريمة وسعيا لتوصيل طيب أستاذ عبدالهادي من وجهة نظركم كيف يمكن وضع آلية فاعلة أمام لجنة الاتصال لاختيار أمثل لشباب الثورة نحن تواصلنا مع لجنة الاتصال في أول عملها وبدأنا نطرح أن هذه الآلية التي تعملون بها آلية غير صحيحة لكن هناك تدخلا من السيد الأوروبي بشكل مباشر أو وصاية مباشرة على يكفينا آلية الوصاية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه أنا أحذر أكلا من المنظمات الدولية والدول الرائعة على وجه التحديد من أن هناك فرقا بين الرعاية والوصاية هذا ما يمارس هو أشبه من وصاية من ممثل الاتحاد الأوروبي وأنا أحمل قامل المسؤولية عما يدري وعما قد يحدث من تعثورات الحوار هذه آلية معينة الاتحاد الأوروبي لديه مفهوما معين هو يتعى إلى ما يطرح عن مجموعة من المستقلين إلى الآن أنا كورو المجموعة يطرح في المعايير السياتية لا أعرف ما معنى كلمة المستقل أي أننا ذلك الشخص الذي ليس له برنامج ولا توقف فهذا خارج النطاق أيضا عن من مستقل أيضا ما هي المعايير المحددة هؤلاء الشباب هذه فئة عمرية خرجت تعيش صراع جيل مع قوة أخرى شاخت داخل المجتمع شكرا لك سيد عبدالهادي العزي عزيز لللجنة التنظيمية للشهوية الثورة في ساحة تغيير بصنعة أيضا تنظم إلينا الحديث في هذا الموضوع السيدة نادية السقاف عضوة لجنة الاتصال الرئاسية والناطق الرسمي لهذه اللجنة أهلا بك سادة نادية أهلا سادة نادية سمعت وجهات نظر الشباب الذين كانوا معنا في هذا الموضوع عن كيفية أو معايير اختيار ممثلي شباب ثورة المؤتمر الحوار الوطني والكثير من النقاط ما ردك على ما تحدث بالشباب من مبدع المهمة يفيدني جدا أن أكون موجودة باستضافتكم وهذا هو أصلا الذي مبحث عنه مسألة الحوار من أسألة الفرق بين اللجنة الوزارية واللجنة الرئاسية نحن معنا مهمة محددة تنتهي لنهاية الشهر والمفروض أن تنتهي لنهاية الشهر نتوقع ربما أن تمتد إلى أسبوع من هذا القبيل مهمتنا تقتصر على الإنتاج اللجنة التحضيرية والتي سيستقر في خامة الرئيس بالأسماء حسب الخشوفات التي نستخلصها من جميع الفعاليات بالنسبة لمسألة الفعاليات الشبابية قمنا بهذه الفعاليات بالشراكة مع اللجنة الوزارية لأن اللجنة الوزارية لديها انتداد أكثر والتقاء بالشباب لأن مهمتها على مدى طويل أكثر مننا أيضا مسألة الفعالية وأنها خلق انتهت بأسماء محددة وكانت متألة مطبوخة هذا الأمر ليس صحيح ويوجد لدينا عدد من الفعاليات القادمة ونحن على مدى استعداد كبير لاستقبال أي معايير أو أي آليات أو أي استخلاصات من الشباب حتى ندمج هذه أفكارنا طيب أنتم في اللجنة الاتصال الرئاسي الآن على أي معايير تستند في اختيار ممثلي الشباب في مؤتمر الحوار الوطني هي استعمل بعدد من الخبراء المحليين والدوليين لأزل استخلاص المعايير التي تناسبنا النقطة الأولى التي يجب نتذكرها أن هناك يكون تمثيل جغرافي يكون تمثيل سياسي أن شئات الشباب من عمر تم إلى عمر تم التمثيل في النوع الاجتماعي أن يكون هناك إناث وذكور وإذا كان هناك أي معايير أخرى نستخرجها من الفعالية نفسها يعني أن الشباب هم التي يقترحوها طيب الشباب يطرحوا أن من تم اختيارهم من شباب الثورة تم في سياق صفقة سياسية بين المشترك والمؤتمر ما حقيقة ذلك؟ إحنا مننا إعلانات يعني إذا أنت لاحظ قبل تقريبا أسبوعين وردت الإعلانات في الصحف وفي الإذاعات وفي المواقع الإلكترونية نوع من الشفافية التي نحاول من خلالها أن لا نستثني أحد ولم نستثني أحدا بس كان هناك مجموعة من المتكسلات الثورية التي لم تقدم من خلال الإنترنت وبعضها تقديمها كان مقتصر أو غير كامل لكن نحن نعدكم أن خلال الفترة القادمة ستجدون فعاليات أخرى نستوعب فيها حتى الناس اللي انتحبوا برغم أنهم وافقوا واشتركوا ودخلت أسماؤهم في القائمة للمدعوين للفعالية الأولى وانتحبوا في اللحظة الأخيرة لكن حتى هؤلاء نحن نستوعبهم ونستمع لعرأهم برحابة طدر المسألة هي ليست مسألة حب أو مسألة اتجاه المسألة هي مسألة وطن ونحن كلنا هنا من أجل هذا الوطن وأيضا الحوار اليمني الحوار الوطني اليمني هو حوار جديد من نوعه لا يوجد مثله في المنطقة والأعتقد في العالم وهي مرحلة تعلم نحن أنفسنا نتعلم ونريد من الآخرين أيضا أن يعطون من أفكارهم حتى نمشي إلى بر الأمان طيب السادة نادية هناك تعليق من الشباب على طريقة دعوتهم للمشاركة في الحوار بحسب ما يخبرون الزمالة في الإعداد أنه تم عمل إعلان لدعوة الشباب للمشاركة في الحوار وهناك ملاحظة على هذه الطريقة أنها قد تكون غير صائبة بالنسبة للإخطار إذا كانت لديهم أي آليات أخرى يعني إحنا عثبت الإعلانات حتى تكون الأمر شفاف ويصل إلى أكبر قدر ممكن لأن إذا ما استعملنا في الإعلانات معناته سيكون في انتقائية فإذا كانت هناك آلية أخرى أهلا وسهلا يعني نحن زي ما أخبرت من قبل مسألة مسألة رحابة صادر ونحن على استعداد للتعلم الكثير من الشباب أنفسهم ونحييهم التغيير هما الشباب الذين صنعوه وبالتأكيد يجب أن يكونوا الشباب هما اللي موجودين في ممثلين في اللجنة التحضيرية وغيرها من اللجان القادمة ولأن اللجنة التحضيرية ما هي إلا لجنة إدارية فنية سيكون عددها صغير جدا ربما لا يزيد عن 20 فرد هناك لجنة كثيرة متوضعة من لجنة الحوار والتي ستكون أكثر تمثيلا وأكثر شمولا وسيكون فيها مساحة أكبر للتعبير طيب أستاذا هذه قائمة الخمسة والعشرين التي أعلن عنها أنهم يمثلوا الشباب هل هي قائمة نهاية؟ من ستكون هناك مراجعة لهذه القائمة؟ لا بالتأكيد بالتأكيد عزيزي هذه ليست قائمة نهائية وقد سرحنا هذا الشيء في أكثر من بلال صحفي وأكثر من تصريح أن هذه القائمة هي عبارة عن استخلاص للفعالية الأولى سوف تقام فعاليات أخرى ويندج أنها قائم أخرى وسوف تضم كل القائم مع بعضها ويحصل بين في إطار اللجنة الاتصال واللجنة الوزارية وبعد هذا ستقل هذه الأسماء كلها إلى الخخامة الرئيس الذي سوف يقوم بالفرد بنفسه سيختار بالنهاية اللجنة التحضيرية رضمها تعطي عدد محدود من وقاعد للشباب نحن اللحظة الآن لا نعرف كم هذه النسبة وبالنهاية من كل القائم سوف نخرص على المعايير الذي ذاته لك سابقاً التمثيل الفئاسي التمثيل الجغرافي الجنب إلى آخره حتى أن نخرج بمكونات شبابية أو تمثيل شبابي وهذه المكونات الشبابية هي من تخطط للقضايا التي تصل في البددار في الحوار لن تضع قوانين الحوار لن تضع قضايا الحوار هذه اللجنة التحضيرية فقط تضع البرنامج بمعنى سكرتاري يعني أنه في اليوم الفلاني يكون الاجتماع الفلاني هذه الآلية الفلانية إلى آخره وتستعين اللجنة التحضيرية بخبراء من داخل ومن خارج الوطن شكراً لك يا سيدنادي السقاف عضوة لجنة الاتصال الرئاسي والناطق الرسمي للجنة واقع الحال الكهرباء في اليمن رهين سعة الطاقة التي لا تغني عن جوع أمام متطلبات البلاد منذ فجر الوحدة وما بعدها وجعوا اعتاد عليه المواطن أمام تقسيم معاناة الانقطاع تحت وهم مشاريع لا أساس لها إلا في عقول تلك الحكومات إلا أن المشهد اليوم موجع ومؤلم ومستفز لواقع حال معاناة المواطنين ومصالحهم من الانقطاع الطويل وخاصة في المناطق الحارة يظل المواطن هو من يدفع الثمن وتظل الدولة بكل مؤسساتها رهينت لعناصر قبلية لا يهم من يديرها ولكن تكشف عن عجز القبيلة من تأدية وظيفتها الوطنية سلوك أولئك الذين طال أمد الصبر عليهم من جهة وتوظيف ما يحدث لتغطية مؤسسة الكهرباء من تأدية دورها أمام احتياجات المحافظات بمحطتها قراءة تحمل وجع المشهد في تقرير رضوان السماوي مع تكرر الاعتداءات على شبكة مأرب الغازية التي تغذي العاصمة صنعاء وغيرها من المدن بالطاقة الكهربائية وفي ظل عدم قدرة الحكومة والجهات المعنية على ضبط الجناه المتسببين بذلك خرجت المنظومة بشكل تام عن الخدمة مما أدى إلى توقف العمل بها بشكل نهائي ورفع رسالة من وزارة الكهرباء إلى رئاسة الجمهورية والحكومة بعدم تشغيلها حتى يتم توفير الحماية الأمنية الكاملة لها طبعا الخروج المتكرر للمحطة الغازية وإعادتها هذا يسبب بأضرار قسيمة للشبكة الوطنية وظهرت بعض المؤشرات السيئة جدا في المولدات القديمة في محطات رأس كثيب والمخة والحسوة بحيث أن أكثر من المولدين ظهرت عازلية سيئة في ملفات السيتور بالإضافة إلى وجود إزاحات على التوربينات وظهور بعض المشاكل في الغلايات مثل الثقوب والتشققات فإذا استمرنا بعملية التشغيل والفصل المتكرر الذي يتم حاليا وكان قبل يومين تعرضت خطوط الضغط العالي 400 كيلو فولت لأكثر من ثمانية اعتداءات خلال 48 ساعة هذا الأمر خطير جدا وقد يتسبب في انهيار المنظومة الكهربائية بشكل كامل وفي ظل هذا كله يعيش المواطن وضعا مأساويا خصوصا وطلاب الشهادتين الأساسية والثانوية بدأوا فترة الامتحانات اليوم فكيف سينعكس هذا سلبا عليهم وعلى استذكار دروسهم ومع قدوم شهر رمضان وموجة الحر الشديدة وخصوصا في المدن الساحلية كان لابد لنا من طرح هذا الموضوع على الجهات المختصة وسؤالهم عن البدائل والحلول وإذا ما كان هناك خطة استراتيجية لديهم قدمنا خطط لبناء وحدات توليدية سريعة على سنو كانت المرورة تدخل الصيف هذا هو الصيف القادم في حجر 400 ميجا في الحديدة وعدن وتعز وأيضا الخطة الاستراتيجية التي مع المؤسسة على سنو بناء 2000 ميجاوات في محطات التي هي في عدن والحديدة وبلحاف ومعبر طبعا هذه الآن مطروحة أمام الحكومة لدراستها وعمل الإقراءات السريعة لتنفيذها أما في الوضع الحالي اللي موجود نحن فيه فالوضع يعني اعتبر سيء جدا بالنسبة لشبكة القمهورية وإجمال الأحمال لا تتقاوز الألف ميجاوات إلى ألف ميجاوات بالكثير يتساءل المواطن البسيط ما إذا كانت الحكومة ومن فيها يحسون بمعاناتهم أم أنهم مع وجود المولدات الضخمة لديهم معزولين عن هذا كله ويتساءل أيضا هل أصبح من عادات القبيلة التي اشتهرت عبر الأزمان بالخصال الحميدة أصبح الآن قطع الطرق والكهرباء والتخريب هي عاداتها الجديدة رضوان السماوي لبرنامج أصداء اليوم وينضم إلينا الحديث في هذا الموضوع محمد أحمد الشيباني مدير عام النقل ومحطات التوليد أهلا بك أستاذ محمد وضع الكهرباء اليوم أصبح حمل لمعاناة كل أبناء الوطن بين الأعمال التخريبية والاستعال محدودة للطاقة الكهربائية هل أنتم في مشكلة أم جزء من مشكلة بسم الله الرحمن الرحيم أولا شوقنا السعيدة على تفاعلها المستمر مع قبار الكهرباء وأنا مدى اللي حاطة بأن خطوط نقل الضغط العالي مارب صمعها ونفتي لبولت الدائر لقم واحد تتعرض لتدائعات تخريبية متكررة منذ فترة وخلال يومين الأمر بها والخميس فقط يومين تعرضت الدواهر لحديث 8 تدائعات متكررة عدد ذلك إلى خروج محطة توليد مارب ودقية الجزاء المنظومة للطاقة الكهربائية طبعا جمالية تدائعات من 2010 إلى الهام 159 حادثات عام 2010 كانت 6 حادث 2011 وصلت الحادث إلى 93 حادثة 2011 بداية سناير الآن 60 حادثة 60 حادثة معظمها 35 منها على خطوط نقل الضغط العالي مارا سرعة وال25 نقرأ على خطوط نقل الضغط العالي في الحالة جدر طبعا هذه إشكالية كبيرة من التوجه محطة الكهرباء وتكبلت خسائر مادية كبيرة جدا تلغت 39 مليار تتوزع على قطاع غيار وغور صلاح وقيمة طاقة من قطاعها قطاع الغيار استمفلت بالكامل وتم طلب قطاع غيار على الجزة في الطائرة وتم استنفاذها والآن طلب قطاع غيار أخرى من الخارج يعني ملايين من الدراسة ومسا طيب أستاذ محمد أنتم في المؤسسة ألا توجد لديكم أي بداية أو مقترحات تقدمها للحكومة لمعالجة الوضع في هذه الأوضاع الاستثنائية؟ والله إن إحنا بدأ يعني أعملنا فني هندسي بحث لأن إحنا نتعامل مع المشكلة بجانب فني يحجب الأسلاء نكلف الفلقة الهندسية والفني تنزل وعالق المشكلة لا ترجى جانب أمني سنبضل الجهات الأمنية تقوم بوجهة يعني بحماية الأبراج طيب معاناة المواطنين في كل اليمن من الكهرباء لكن في المحافظات الساحلية تحديدا في عدن والحديدة وهي مناطق حارة وحضر موت أيضا ما هي ما الاستثناء في معالجتكم؟ نحن 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 مناطق الساحلية نحن مولوية خاصة بسأل عمنا على أجزة الكثير من التوليد لأنه محطة مارك لما خرجت من فيجر الخبطات الحديدية برقوة تأثرت بقيبة جزاء المنظومات تأثرت مواجدات في البخاء في رس كثيف وقديمة نتيجة الحصول للفولد اللحظة القشري في القطوط تغذي المنطقة العطل ويؤدي ذلك إلى أضرار جزئية فيها توقفت في أيام الأمس ثلاثة مواجدات في رس كثيف وولدت المقاة وولدت الحزوى مع اشتبار السادة محمد أنتم في المؤسسة العامة لكهرباء ووزارة الكهرباء والحكومة تحمل كل المسؤولية على من يعتدي على أبراج الكهرباء ومعطات الكهرباء لكن هناك تقصير منكم أنتم في المؤسسة العامة لكهرباء ووزارة الكهرباء في معالجة بعض الإشكاليات من جانب فني داخل مختلف محافظات اليمن وأنتم مقصرين في معالجة هذه الأوضاع وتحمل كل الأمور على من يعتدي على أبراج الكهرباء في مارب معنى هناك كالية فنية داخل المدن بس حال الاعتداء هو حل المسؤولي طبعا ما أستطيع بها غير الاعتداءات هناك أسباب أخرى أيضا مشاكل فنية بسببكم وتقصير منكم وموظفيكم تعمل على انقطاع تير الكهرباء داخل المدن أستشهد لك بالقصور الفنية من قبلكم بعض محطات التوليد داخل المدن تعاني من عدم الصيانة منذ وقت طويل على أجهزتها أيضا مثلا هنا في العاصمة صنع بعض الأحياء من ثلاث أيام تعاني من انقطاع تير كهرباء لسبب خلال فن في بعض المحولات يتواصل مع الطوارئ لكن لا حد يرد عليهم لا أجب أن أختصي منطقة النقل ومحطات تحويل ليس باختصاصك أعتذر أن ترحيل هذه الأسئلة شكرا لك محمد الشيباني مدير عام خطوط النقل ومحطات التوليد في الوقت الذي تناقلت فيه بعض المواقع الإخبارية والصحف عن عودة عناصر تنظيم القاعدة مرة أخرى إلى منطقة عزان في محافظة شبو بعد خروجهم منها تلك الأخبار وما حملته من صناعات خبرية لا صحة لها على أرض الواقع عصداء اليوم أراد أن ينقل الحقيقة من داخل عزان قبل أن تدخلها وحدات الجيش عصر اليوم لنضع المشهد أمام المواطن في تقرير جمال شنيتر هكذا بدأت مدينة عزان في أول يوم دمعة لها تحت حكم الليجان الأهلية وبعد قروض جماعة أنصار الشريعة منها الأسبوع الماضي تبدو الأمور طبيعية هنا في عزان حيث ينتشر أفراد الليجان الأهلية حاملين سلحتهم الشخصية في ست نقاط تفتيش في أطراف وسط المدينة وفي المنشآت العامة والخاصة وذلك لحمايتها وتأمينها بينما أدى مواطني عزان أور صلاة جمعة في جوامع مساجد المدينة مبتهلين إلى الله أن يعمل أمن والسلام هذه المدينة التي تعد مركز تجاريا واقتصاديا للمديريات الجنوبية من محافظة شبوه حالة من الحماس والجدية والتلاحم شهدناها بين الصوف الليجان الأهلية البلغ عددهم 300 عنصر والذين يبذلون جهود مضاعفة لحفظ الآمن في ظروف مادية صعبة ونعدام الإمكانيات حتى أن وجبة الغذاء التي توزع عليهم تقدم منفع الخير في ظل إنعجام أي دعم من الدولة حتى الآن وتسود حالة من الاستياب بين أعضاء الليجان الأهلية والمواطنين في عزان من قيام بعض وسائل الإعلام من نشر أخبار كاذبة ومظللة خلال الأيام الثلاثة الماضية عن عودة أنصار الشريعة من جديد إلى المدينة معبرين عن شكرهم لقناة السعيدة باعتبارها الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي نزلت إلى أرض الواقع ونقلت الحقيقة كما هي وهي أن عزان بيد الليجان الأهلية بالنسبة لنا أول أمر نعاني منه هو تأخر الدولة في القيام بواجبها سواء في الجانب الأمني أو في الجانب حتى الإداري لم تقوم الدولة إلى هذه اللحظة بالدور الحقيقي الذي يطلبه من المواطن فالجانب الأمني الأصل أن الدولة قد تولت الجانب الأمني في هذه المدينة ستة أيام والأهالي يعانون ويقومون بلعب دور الدولة وهذا حقيقة يعني الأمر الذي يسيء إلى الدولة أنها لم تكن بواجبها في هذا الجانب الجانب الآخر الذي يعانون هو الجانب المادي الدولة أيضا لم تلعب دورا إلا ضئيل جدا في تمويل النقاط الأمنية والقيام بواجبها في إعطاء الإخوة الأهالي ومن اللجان الأهلية حقوقهم في التمويل أو حقوقهم في بنود أخرى كالمحروقات وغيرها وفي تطور اللاحق وصل إلى عزان بعد ظهر اليوم محافظ شبوع لحسن الأحمدي على رأس قوة أمنية وعسكرية كبيرة وسط إقراءات أمنية مشددة حيث تم الاتفاق على وضع خطة أمنية لتأمين مدينة عزان يشترك فيها الأمن مع اللجان الأهلية بالمدينة جمال شنيتر لبرنامج أصدى اليوم وينضم إلينا أيضا من شبوى ناصر بشيبة بفقير عضو اللجنة الأهلية في عزان شبوى أهلا بك أخ ناصر أهلا بكم وسهلا بعض المواقع الإخبارية والصحف نشرت أخبار عن عودة عناصر تنظيم القاعدة إلى عزان بعد خروجها ما حقيقة الوضع في عزان الآن؟ حقيقة أنا كل يوم في العالم من نصب مدينة عزان وهي آمنة شاكنا وبعد أن استلم الأمن والجيش المدينة بتواجد الأهالي أم القانوات التي تنادلت الأخبار والذي روجت لها بعض القانوات وبعض المواقع الإلكترونية هذا أخبار لأسات لها من الصحة والمدينة آمنة منذ خروج عناصر القاعدة مثل الليلة الثالثة الليلة الثامنة لهم والأهالي ماسكين المنظر وبأمن وأمان وكل شي على ما يرام وقبل أريدا أشكركم أولا أنا استعجلك أشكر قناة السعيدة لتواجدها معنا في الحدث ونقلها حقيقة مدينة عزان وما يدور فيها وإن كانت تسمح لي يا أخي أنا أناشي في جانوات الأخرى أن تنزل وتأدي دورها من القانوات السعيدة لكي تنظل للناس الحقيقة وما يدور على واقعها طيب أخ ناصر أن تؤكد توجدك الآن في وسط عزان وأن الوضع هناك مستقر هناك أخبار أيضا تم تناقلها عن جهود بذلت من قبل المحافظة ووحدات الجيش لإعادة الأمن والاستقرار أو لتعزيز الأمن والاستقرار في عزان حدثنا عن ذلك والله أنا أقول الجهود هي معنوية جهود معنوية قبل أن تدل الدولة جهودها بدل الأهالي جهود كبيرة وبجيوس متواصل مع أنصار الشريعة حتى تم إجناعهم والاتفاز معهم على أن تركوا المدينة آمنة وخرجوا بمقضى إراجتهم من المدينة ولم تطلق تطلق الوصاص واحدة إلى ساعة يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأخ ناصر بأشعيبة بأفقير معك 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 أسمعك تفضل طيب أقول لك تفضل أقول لك أن لم تبدل أي جهود هناك أي مقاومة عسكرية بخرج عناصر القاعدة من نجيز عزان وإنما كان باتفاق بين الأهالي والعناصر وتركوا نجينا عن مخباراتهم إذن شكرا لك ناصر بأشعيبة بأفقير عضو اللجنة الأهلية في عزان شبوة فاصل ونعود اليوم شهدت العملية التعليمية امتحانات الصف التاسع في محافظات الجمهورية مشهد لهم بحضور الكثير من قيادات وزارة التربية والتعليم وبعض الوزراء وعلى رأسهم دولة رئيس الوزراء إلا أن مشهد الامتحانات يضعنا أمام كثير من التساؤلات حول أجواء سير الامتحانات وما يحمله الوضع العام من حمل على عاتق أن الكهرباء لا وجود لها في المنزل حكومة محمد سالبا سندوا الذي تشن هذا الصباح العصير وهل في مساء اليوم الكهرباء ثم ينتشر السؤال على أبواه المنتحنات جميعا سيدعو الرجل ربه أن يقطع من يقطع التيار الكهربائي ويعيد أن العام القادم سيكون مضاءا على مدار الساعة ما نكون اليوم نحن نصلحي الضروات كل يوم نصلحي الضروات جلزي ساعة لكن الله كليس باسدوا وحثوا الطلاب جميعا على الصبر والاكتهاد والتحصيل المشرف باعتبارهم عتاد المستقبل ورهان اليمن القديد رئيس الحكومة أو في غيره أما الطلاب في حضرة رئيس الحكومة أو في حضرة غيره فهم بين مشهدين يد تكتب مستوكر من الإجابة ويد تحك رأس صاحبها تفتش عن حصاد المذاكرة على أضواء الشموع مذاكرة لا تقدى كهرباء لكن أتمنى على الله أن نحل هذه المشكلة كما أدعو الله العلي القدير أن ينتقم من كل من يقصف أبراغ الكهرباء أو من يشجع أو يدفع من أقل قصف أبراغ الكهرباء قولوا آمين خير قليس لهم لن تكون إلا الشمعة والكتاب لكن المناهج المعقدة التي يراكمون دروسها إلى آخر العام ليس من السهل هضمها على دبالة شمعة شعيحة نوري سريعة الضوبان نحن ذكرنا على ضواء الشموع بس يعني ليش طفوا الكهرباء هل عشان تاسع أو ثالث ثانوي يعني عشان ما يدخلش جامعات أو ليش يعني نحن الطلاب يعني لازم نحن مفروض أنه يعني ما يطفوش الكهرباء سواء كان عشان طلاب عشان امتحانات في أي مفروض أن طوال السنة ما يطفوهاش منذ متى واليمنيون يمنون النفس بتلشين حكومي لتيار كهربائي بلانقطاعات مضنية منذ متى محمد النقيب لبرنامج أصداء اليوم والحديث في هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ عبدالله الحامد نائب وزير التربية والتعليم أهلا بك دكتور عبدالله أهلا وسألا بكم طلاب وطالبات الصفة التاسع اليوم بدأوا امتحاناتهم ماذا عدت الوزارة لإنجاح سير هذه الامتحانات طبعا ما شاهدناه اليوم في كافة محافظات الجمهورية وتدشين اللي رقم في دولة رئيس الوزارة وأيضا معالي وزير التربية وأنا كنا والسلطات المحلية وأمين جمعا على مستوى الأمانة وهكذا كل كافة المزارة في المحافظات المختلفة والتقارير التي أتتنا من كافة المحافظات ترحب أن اليوم الأول سارب الهدوء وكانت الطالبات والطلبة مرتاحين ومتوينين لطبيعة الأسئلة التي قدمت إليهم التي راعت كافة الظروف التي نعاني منها في هذا الوطن كنا نعاني من مثلث معين الذي هو الفقر والبيان والمرضة اليوم صلنا معنا مربع أضافة 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 للمثلة الكهرباء وأنت تعرف إن قطع الكهرباء وكما قالت الطالبات تشكل طبعا عبئا كبيرا خاصة سواء كان في المناطق الحارة التي تحتاج الكهرباء ليلا ونهارا أو في المناطق المعتذلة التي الكهرباء ضرورة جدا في المساء لكن طبعا نسأل الله نحن اليوم أحدثنا بأن هناك في محاولة قوية لملاحقات هؤلاء الذين يطعون الكهرباء وأنتمينا أن تكون بكية سترة الامتحانات الكهرباء مضاءة على مستوى كافة المحافظات لكن الامتحانات صارت بشكل منتاز وجيد ورائع مع بعض الاحتلالات هنا وهناك طيب بالنسبة لموضوع الكهرباء ما نكتطرقت لي دكتور عبدالله الحامدي هو من الأشياء التي تؤثر اليوم على الطلاب الذين يؤدوا الامتحانات في هذه الأيام تحدثت أيضا عن مدى تأثيرها على الطلاب ما هي المعالجات التي وضعتموها أنتم في وزارة تربية وتعليم أو كيف راعيتم هذا الظرف الطارئ حقيقة نحن راعينا هذا الوضع بكل مسؤولية وليس من الآن من بداية العام من متابعة مرة أنجز الطلاب على مستوى كل المحافظات آخر نزلة طبعا قام بها الموديون سواء كان المركزيون أو المحليون لكل المدارس لمعرفة ماذا أنجز الطلاب ماذا أنجزتنا الخطة الدراسية وعلى ذو تلك الخطة تم حذف ما لم يتمكن الطلاب من أخذهم لأسباب متعددة ومشتبطة بما نعيشنا اليوم في الوطننا هذا الحديد من مشاكل عديدة وبالتالي أيضا راعينا كافة الظروف منها الكهرباء ووضعنا الأسئلة بما يتناسب وهذه الظروف مجتمعة وكان أول يوم اليوم نحن نسأل ونشاهد ونتابع كل الطلاب والطالبات في المرحلة الأساسية والتقارير التي أتت من المحافظات كلها تشير بأن الامتحانات كانت تلبي احتياجة الطلاب وكفايتهم ولن تخرج عن المقررات التي درسوها شكرا لك دكتور عبدالله الحامد ديناء وزير التربية والتعليم مدير الوكالة الامريكية للتنمية الذي يزور اليمن كشف في مؤتمره الصحفي عن الدعم الامريكي المقدم للبلاد خلال العام الحالي والمساعدات العاجلة في سياق الدعم للمناطق التي تضررت في المحافظات الجنوبية كفى الهاشري تستعرض جوانب الدعم في التقرير التالي هي الولايات المتحدة عينها شركة اليمن في مكافحة الارهاب وداعمها في بناء ما دمرته الحرب على القاعدة هذه المرة جاءت دعم متزامنا مع زيارة هي الاولى من نوعها للسفير الامريكي جيرلاد ومدير الوكالة الامريكية للتنمية رجش الى زنجبار عاصمة محافظة ابيان حيث اعلن مدير الوكالة الامريكية للتنمية عقب تلك الزيارة عن زيادة المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الامريكية لليمن الى مائة وخمسة وسبعين مليون دولار بعد اضافة اثنين وخمسين مليون دولار خلال العام الجاري وكانت لنا فرصة هذا الصباح لزيارة مدينة زنجبار ورأينا مباشرة مدى الدمار الذي حدث في الجنوب على وجه الخصوص في هذه المحافظة واشار المسؤول الامريكي الى تخصيص اربعة مليون دولار منها لدعم مشاريع المياه في المناطق التي تعاني من شحة المياه وعشرين مليون دولار لدعم اثنين وسبعين الف شخص ممن يعانون من سوء التقضية للحصول على القذاء اللازم وذكر في مؤتمر صحفي عقده مساء يوم الخميس لصنع ان عشرين مليون دولار ستخصص من اجل اعادة بناء المدارس وتأهيل وبناء المستشفيات وتوصيل الخدمات الاساسية المواطن في المناطق الجنوبية وما تبقى لصالح الحوار الوطني ودعم الشباب والمرأة من اجل تطوير البلاد فقد جمع المحافظ كثيرا من المناطمات العاملة الآن في تلك المنطقة الذين يقدمون دعما انسانيا وكذلك يقوم بجهود اعادة اعمال لكثير من تلك المباني وكانت الولايات المتحدة قدمت خلال الستة الاشهر الماضية مائة وسبعين مليون دولار لمساعدة الشعب اليمني وان كان الدعم المقدم لليمن يبقى السؤال هل ستتمكن الحكومة من توظيف تلك المساعدات في موضوعات الدعم ام انها ستتلاشى كقيرها من اشكال الدعم المقدم لليمن خلال الاعوام السابقة نحن لن نستدقى الامور ولكن على حكومة الوفاق بشفافية ان تطرح لرأي العام كيف ستضع خطتها الاولية وبرنامجها الزمني لمجابهة المتطلبات العاجلة في ابيان بعيدا عن الروتين والمماحكات السياسية كفاء الهاشل لبرنامج اصداء اليوم ما هي حقيقة مشهد الاضراب في جامعة عدن بين مطالب نقابة موظفي الجامعة ونقابة هيئة التدريس وما هي ابعاد ذلك المشهد وما هو موقف رئاسة الجامعة برنامج اصداء اليوم حاول التواصل مع كل الاطراف الا ان الاستجابة بالرد علينا انحصرت باطراف المطالب محمد البطاح يرسم صورة المشهد في التقرير التالي بالرغم من كل انواع الترهيب الذي مارسته قيادة جامعة عدن ضد بعض موظفي الجامعة من خلال التهديد باستفطاع مرتباتهم وتغييبهم بحسب اتهام المكتب الاعلامي بنقابة موظفي الجامعة لقيادتها الا ان موظفي الجامعة بعدن يواصلون وللاسبوع الثاني اعتصامهم امام مبنى رئاسة الجامعة رافضين اي تفاوض ما لم يتم تنفيذ مطالبهم طالبنا ليس في جديدة نحن 2006 ونحن مستمرين في متابعة لكن للأسف الشديد سستمر قيادة جامعة عدن في معاملتنا كحلقة ضعيفة مستغلنا حرصنا ورقينا وحرصنا على مستقبل الطلاب وحرصنا على زملائنا من الاكاديميين وحرصنا على سير العملية الاكاديمية والادارية داخل الجامعة اضراب موظفي الجامعة شل حركتها العملية والعلمية بشكل شبه كلي وكل هذا وفقط بغية تنفيذ مطالبهم بتثبيت المتعاقدين وصرف مرتباتهم المتأخرة واطلاق الوظائف المعتمدة من قبل وزارة الخدمة والموقفة من قبل رئيس الجامعة حد قولهم وايضا صرف اكرامية رمضان لهم اسوة ببقية الجامعة ناهيك عن العديد من المطالب الاخرى وكلها حقوقية نقابة موظفي جامعة عدن بكلياتها اكتفت في الاسبوع الاول بالاضراب فقط املا في تنفيذ مطالبها وبدءا من اليوم قررت الاعتصام وهي تنوي التصعيد اذا لم يتم الالتفات الجاد من قبل المعنيين لقضيتهم محمد البطاح لبرنامج اصداء اليوم في منطقة كاريش بمحافظة لحج احتفل اتحاد القوى الثورية بذكرى تأسيس كيانه الثوري ما حامله ذلك المشهد محمود الحميدي يستعرضه في التقرير التالي للثورة اليمنية الحديثة شرارة اشتعلت في الحادي عشر من فبراير العام الماضي وما تزال الى اليوم مشتعلة باحداثها وفعالياتها الثورية في عموم محافظات الجمهورية يوم امس كانت ساحة الحرية بمدينة كاريش محافظة لحج مكان لانعقاد المؤتمر السنوي الاول لاتحاد القوى الثورية بالمحافظة في ذكراه الاولى تحت شعار من اجل تحقيق اهداف التورة وبناء اليمن الجديد جاءت منبثقة من ساحة الحرية هنا في كاريش في اطار الاتلافات الموجودة فوضع فكرة التنسيق فاجتمعت جميع الاتلافات الموجودة في الساحة هنا وساحة التور الباحة وجميع الحركات الموجودة في محافظة لحج واتفقنا على تأسيس هذا الاتحاد ليكون ثمار الشباب الموجودة في محافظة لحج ليكون فاعل في اطار المحافظة وفي خارج محافظات العكي مؤتمر وحفل بدأ بآية من الذكر الحكيم وقراءة الفاتحة على روح قائد المنطقة العسكرية الجنوبية وشهداء الثورة السلمية وحظي بحضور العديد من ممثلي مجلس تنسيق القوى الثورية الجنوبية الذي انشأ العام الماضي وكان الاتحاد في لحج أول المنادين له كما أشير في الكلمات التي ألقيت من قبل العديد من الشخصيات الثورية المدنية والعسكرية كما تخللت الحفل العديد من المشاركات الشعرية والفنية والإنشادية يهدف ذلك إلى أن العمل أو الفعل الثوري لازال مستمر نحو تحقيق الأهداف والذي قد تحقق الأهداف الأول بإسقاط النظام هذه الثورة الشبابية الشعبية السلمية مستمرة ولو طالت أيامها وساحاتها وأشهرها لسنين طويلة فإن الشباب عازمون ومصرون والشعب اليمني قرر مصيره بأنه ماض نحو التغيير ونحو بناء الدولة اليمينية الجديدة ونحو بناء اليمين الجديد يقول المنظمون أن الذكرى الأولى للاتحاد جاءت وقد تحقق الهدف الأول من أهدافهم وبأنهم سيواصلون النضال من أجل تحقيق بقية الأهداف كون الثورة الشبابية السلمية جاءت ملبية لطموحات الشعب اليمني شماله وجنوبه محمود الحميدي لبرنامج أصداء اليوم وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أصداء اليوم يمكنكم متابعة البس الحي لقناة السعيدة من خلال موقعها الإلكتروني دمتم مدامة اليمن بخير ألقاكم بحول الله اشتركوا في القناة